أهلاً أحبائنا مشاهدينا من حول بحيرة طبرية الجميلة والجبل الجميل جبل أربيل أواصل حديثي عن المسيح والعبادة الحقيقية بالحقيقة في إنجيل يحن الإصحاح الرابع بحديث يسوع المسيح مع المرأة السامرية نرى شيء مهم جداً إن يسوع كسر الحواجز كسر العنصرية بين اليهود وبين السامريين بين اليهود وبين الأمم وكان طبعاً اليهود اللهم أشكرك خلقتني رجلاً وليس امرأة يهودي وليس سامرة أو أممي فهذا التعصب اللي كان موجود في أيام يسوع المسيح ولكن من خلال كلام المرأة السامرية أضاء المسيح يعني ضوء عظيم جداً على طريقة العبادة فالمسيح بيتكلم عن مقارنة بين العبادة الحقيقية وبين العبادة المزيفة قال يسوع للمرأة السامرية أنتم تسجدون لما لستم تعلمون فالسامريين أحبائي كان عبادتهم مبتورة كانوا يؤمنون بالتوراة بخمس أصفار موسى وكانوا يؤمنون بالإله الواحد ولكن لا يمكنك أن تؤمن بالإله الواحد وحياتك وشهادتك وكلامك ودينك كله بعيد كل البعد عن الروح وعن الحق فتعتبر ديانة مبتورة لأنه ركزوا فقط على التوراة بكلمات أخرى يعني تركوا تلتين الكتاب المقدس من إعلانات الله ومن نبوات الله ومن الأنبياء ومن الأصفار الأخرى التي ألقت ضوء جميل على هوية وشخصية يسوع المسيح ثم هذه العبادة كانت مبنية على الجهل وأصعب شيء أحبائي أنه لما الإنسان ما بيتمتع بالحق الكامل فبيصير يحارب عن جهل لأنه لا يدرك ولا يعلم ولا يفكر ولا يريد أن يعرف ثم كانت عبادة مبنية على التقاليد الباطلة وعلى الخرافات وليس الحق أو معرفة الله فمن ناحية المسيح عم بصحح مفهوم السامرية العبادة لازم تكون عبادة بالحق أنه إعلان إلهي وإعلان كتابي كامل وطبعا أخذ المناسبة كمان حتى يوجه التعليم عن العبادة الحقيقية لليهود فاليهود اللي كانوا يعبدوا في الهيكل كان فيه فساد في الهيكل الطر يسوع أنه يطهر الهيكل من الباعة وظنوا أنهم اليهود ناس متفوقون على بقية الشعوب أساءوا معاملة السامريين وركزوا على حرف النموس يعني كانوا لجاليستيك كانوا بس بهم من التشريع الحرفي والنموس الحرفي بغض النظر يعني مستعد يرجم شخص بدل ما أنه يقود الشخص إلى الحياة ومن خلال الشريعة وضعوا على كاهل الناس أعباء كثيرة كان عندهم كبرياء كان عندهم رياء كانوا يعني بيصلوا بطريقة معينة في زوايا الشوارع الناس يتشوفهم أو يصوموا أمام الناس يمكن هذه الصلوات أصبحت مقبولة اجتماعيا ولكن ليس على المحبة فبالنسبة ليسوع العبادة الحقيقية هو ليس التمييز بين يهوده أو سامره العبادة الحقيقية قال يسوع حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي هناك أكون في وسطهم يعني ذبيحة التسبيحية ثمر شفاه والاعتراف بيسوع المسيح ننسى أنفسنا ونعبد الله كما قال رسول بولوس أطلب إليكم برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية يمكن لك السنين بتعبد بطريقة معينة شو رايك تصلي أنه رب يفتح ذهنك اليوم حتى تعبد الله بالطريقة الصحيحة